الإمام ابن أبو العز الحنفي رحمه الله تعالى يقول في شرح العقيدة الطحوية العقيدة الطحوية دي للإمام الطحاوي رحمه الله شرحها الإمام ابن أبو العز الحنفي في كتاب سماه شرح العقيدة الطحوية الإمام ابن أبو العز الحنفي رحمه الله ذكر في شرح الطحوية هذا القول قال وقد تواترت الأخبار انتبه لكلمة تواترت تواترت التواتر يفيد العلم اليقيني يعني إذن يجب أن نعلم علما يقينيا بهذا الأمر لماذا؟ لأن تواترت الأخبار به عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا هل من كان يستحق النعيم نعم من يستحق العذاب عذب ثم قال وسؤال الملكين عندما يقبر العبد في قبره كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه ملكان يقعدانه ويسألانه من ربك ما دينك من رجل الذي بعث فيكم صلوات الله وسلامه عاي قال التحاوي أو شارح التحاوية بعد ذلك فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به يجب أن نعتقد ذلك وأن نؤمن به وأن نصدق لأنه تواترت الأخبار به عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ثم قال أولفت النظر إلى أمر مهم قال ولا نتكلم في كيفيته إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته نحن لا نتكلم في كيفية عذاب القبر أو نعيمه لماذا؟ لأن هذا من المسائل الغيبية التي العقل لم ادخل له إليها ولا سبيل إلى الوقوف عليها والعبد لا يتكلم إلا بما يرى ويشاهد ويعلم أما ما غيب عن مثل هذه المسائل يجب عليه أن يؤمن ويكل الأمر بعد ذلك فيه إلى رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى جل في علاه ولذلك قال لا عهد لنا ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار والشرع لا يأتي بما تحيله العقول يعني الشرع لا يأتي بما تحيله العقول بما تحتار فيه العقول وفرق بين الأمرين ما تحيله العقول يستحيل أن يقع ما تحتار فيه العقول يحتاج إلى تأمل ويمكن أن يقع لأن عودة الروح إلى الجسد ليس على المعود في الدنيا بل تعاد إليه إعادة ليست كالإعادة المألوفة في الدنيا هذا كلام من؟ هذا كلام ابن أب العز رحمه الله في شرح العقيدة التحوية قال أيضا في موطن آخر وعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ فكل من مات وهو مستحق للعذاب كل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبهم منه ناله نصيب منه قبر أو لم يقبر أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادا ونسه في الهواء أو صلب أو غريق في البحر وصل العذاب إلى روحه وجسده بعض الناس يقول طيب الإنسان إذا مات مقبورا إذا مات في القبر غريقا أو أكلته السباع مثلا كيف يجمع ويسأل ويعذب نقول كما أخبر الصادق المستوق يقع به ذلك ونحن لا نعلم كيفية هذا الأمر ولذلك قال الإمام رحمه الله وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك يجب علينا أن يفهم عن الرسول عليه الصلاة والسلام مراده وبالتالي نصدق به من غير غلو أو إسراف أو تقصير هذا هو الأمر الصحيح والسليم فيما غيبه الله تبارك وتعالى عنه نؤمن به ونصدق على العهد الذي يمكن أن ألفه فيه وما لم نعلم نكل علمه إلى رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى جل في علاه إذن عذاب القبر ونعيم ثابت وسأذكر لكم الأدلة على ذلك وهنا الإمام الطحو يقول تواترت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم